تعيش محافظة ديالة أيام عصيبة بسبب تذبذب من قطاع التيار الكهرباء المستمر الذي أدى إلى ظاهرة تعاني منها أغلب مدنها وهي عطل الأجهزة الكهربائية وبأعداد ليست قليلة مما يشكل ضربة قاسية للكثير من العوائل لا سيامة بأن المحافظة تعاني من أزمة اقتصادية حادة أغلبات تصعد وتنزل تصعد فول خلينا نقول 300 وتنزل للتسعين للسبعين وهذه الغراض طبعا تحترق شغلة شنية مدنبتين يعني هدولة الجماعة هل سيحنة بدر مونا مالتنا عمنا روكو كل اللحم ذبو لحمجة أتمدوا عيبة حدا وكل ورصة لحمجة بينا ما أكو لا فنكة بتاس لا تلاجة لمبردة أبد مثل ما تحرم على أختك معكم من جانبها أكدت عضو مجلس النواب العراقي عن محافظة ديالة بأن المحافظة تعاني أزمة تذبذب منقطاع في خط مرساد الإيراني الذي تسبب في إيقاف عدد من محطات الماء محذرة من أزمة ستصيب أجهزة تبريد في المستشفيات ومطالبة وزارة الكهرباء بإيجاد الحلول اللازمة اليوم تواجه محافظة ديالة أزمة تيار الطاقة حيث أن الخط الإيراني ذا فولتية واطأ جدا مما سبب توقف بعض محطات ضخ المياه والأجهزة الكهربائية نحذر في حال استمرار الأزمة توقف أجهزة تبريد في المستشفيات وعلى وزارة الكهرباء إيجاد الحلول تعاني محافظة ديالة من ضعف وتذبذب الفولتية الكهربائية في مناطق واسعة منها ومطالبات بالتدخل العاجل وإيجاد الحلول تسهم في إنقاذ وإنهاء معاناة أكثر من مليون نسمة من محافظة ديالة حسن شمري التغيير الفضائية